اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هتعرف من خلال كيف تعمل ادراج لصف في الجدول تعديل على صفوف في الجدول حذف والتعامل مع حركات طواعد البيانات على الجدول أو على الجدول والمعينة لغة رعالج البيانات أو تلاعب البيانات تنفذ في اضافة صف جديد التعديل على صف موجود في الجدول حذف صف من الجدول عركات طواعد البيانات يسمى Transaction عبارة عن مجموعة من الأوامر للDMN Language التي تنفذ رزمة واحدة يعني كلهم مع بعض كيف بدنا نضيف صف؟ طبعاً لإضافة مع مراعاة القيود اللي كانت موجودة اللي احنا حكينا عنهم في الجدول من النظري تمام؟ صف جديد هاي Department فحط له ده الرقم سابعين اسمها Public Relation علاقات عامة مية اللي هو الرقم مديرها 1700 رقم الموقع وهذول التنين عبارة عن فورينكي فهنا ضف نصف جديد عملية الإضافة كالتالي بنحط Insert هاد كلمة محجوزة وراها أنتو اسم الجدول ممكن اسم الأعمدة بالترتيب اللي انت بدك إياه عاش بنحط القيام Values وبنحط القيام حسب كل العمود والقيمة تبعته بالترتيب بنضيف صف واحد في نفس الوقت مرة واحدة طبعا نتفرج هنا Insert into Departments Departments ID أخذ اسم العمود اسم العمود التاني فاصلة اسم العمود التالت فاصلة اسم العمود الرابع وحط القيام هادي لو احنا بدنا نضيف رقم بنوضع رقم زي ما هو لو بدنا نضيف تاريخ أو نص بنحطه بين Single Cotation اللي هو Shift عرف الطه عنا باللغة العربية ولازم تكون بنفس ترتيب الأعمدة بالشكل اللي هو موجود عندنا اللي هو كيف موجود الترتيب بكل قيمة ومقابلها طبعا لو بدنا نضيف صف مع قيم فارغة طلع كيف نحط هنا Insert into اسم الجدول العمود الأول العمود ايش التاني فهينا القيام هادي فهنا القيام ما لهاش اي دعوة لو احنا عنا اكتر من قيمة Insert into the department ممكن نحط هنا بقية القيام نل يعني نكمل القيام اللي هو المانجر واللي هو بقبل مال لأنه هم عبارة عن foreign key بالنسبة لادخال قيم خاصة طلع لو انا بتدخل higher date بتحط له sis date اللي هو تاريخ اليوم بحطه عادي مقابله في ال value طبعا هنا ممكن احنا نستقدم ال function كبعات التاريخ نحط to date لو انا مش عارف الصيغة اللي انا بد اضيف فيها نشوف كيف بدنا نضيف الكلام هذا على اللي هو SQL Developer طبعا احنا عندنا الجدول زي ما انت شايف هنا اخترت انا الجدول بسيط اللي هو department فانا بقول له insert into departments بنغو سين بنحط هنا بدك department ID فاصلة فاصلة اللي هو وفيه عندي location ID هنا ايش بنحط تحت values ترقيم اللي انت حتضيفه بالترتيب انا بد احط هنا طيب خمسات اسم الدايرة cst رقم المانجر انا مش عارف manager بحط له null ومش عارف location بحط له ايش null وبحط هنا فاصلة موقوطة وبشغل هنا script اللي موجود عندي فبقول ايه one row inserted ايش يعني one row inserted يعني نضافه نيجي هنا على البيانات نعمل refresh هاي data تعال هنا بتلاقي البيانات انضافت وهذه لها null تمام هذا نتأكد من الكلام هذا طبعا لو احنا بدنا نضيف قيم تانية في ددو المعين قليع نفس الجدول لو احنا عندنا تاريخ كيف بنضيف تاريخ بالشكل هاد لو رحنا عجدول الموظفين طبعا انا ممكن اسحبه كده وحطه هنا شايف كيف وقول له انا ايه بتعمل insert وتطبيق فبقول الجملة اللي حالها انكتبت شايف كيف انه انا حملته تمت نعص زر الايصر وجبته هنا وقلت له لما ندخر وقلت له انا بتعمل insert فقال احط لياهم كلهم values حط لياهم انت وقيم انت دخل ها طبعا الاول value بدي احط لياها انا رقم الموظف نختار مقام تسعة تسعة لانه الرقم الموظف عند براي بركي بخفي بكار تمام اسم الفيرس نيم بدي احطول حرف الاي طبعا هنا الترتيب انا بدي اعرفهم حرف البي الايميل طبعا هنا حي يطلب لك البيانات هاي بشكل عام انت بتدخل كل البيانات كيف بتدخل كل البيانات لو انت روحت على القيود اللي موجودة هنا في عندي حاجة سما قيود الجدول فبتلاقي انه هاي قيود موجودة طلع شك هذا يونيك ممنوع يتكرر فانا ما عندي ش يعني اميلات فانا ممكن يعني استعين بيان تاني قدام لكن انا اللي بدي اعرفه هنا كيف اني انا ادخل قيم معينة طلع لو اجيت هنا القيم هاي كيف انا استخدم تو ديت لو انت مش عارب كيف هنا الفبروري تلاتة تلاتة فبروري بداخلهم على شكل دي دي واي واي تمام هنا ام ام انه هذا اللي جاي عندي هذا اقلبهم بالشكل هذا تكون هنا عندي التلاتة وهنا خط فبروري فهنا اوتوماتيك لحاله بيعرف الاسكل انه احنا عنا صيغة وعامة للتريف تمام هنا ممكن انت تدخل القيم من من خلال كيبورد طبع كيف هذه لو انا قلت له وعملت له run فبقول لهذا null تطبيق فهي انا بطلب منك القيم يعني لو انا جبت على ال department و رحت لان الجدول هذا اسهل من هذا وحطت له اسف قلت له انا بدي نعمل insert في قلب وهنا قلت له and طبعا كيف and depth id وهنا قلت له and depth name وهنا and يعني and معناها انه انت بتك تدخيل له من 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 keyboard depth manager وهنا نقول له and برضو depth location وعملت له run فبقول ايش depth id فقلت له 5 5 name قلت له gg manager rqm 100 depth location 1700 بيقول column not allowed here اللي هو الكلوم اللي موجود هنا ايش بيقول ايه في كله اه ليش not allowed لانه انا كررت القيمة اللي موجودة هنا لو احنا رحنا على ال department انا اسف رحنا لل data فتلاقي خمس خمسة موجود فما يعني انه اضيف اقل موجود بالفعل لكن لو انت حضرت قيم تاني هيقبلها ممكن انضيف بشكل تاني يعني انضيف صف من جدول اخر عن طريق استعلمات فرعية كيف نعمل هذا الكلام نقول له هنا لو انا بدي اعمل جدول تاني كيف بعمل جدول بدأ رو على الجدول الملوي اكليك يمين اقول table copy وبقول لي هنا وين دك تعمل له copy new table name بدي اقول copy يعني ما بديش data روح لل copy هذا بطرع عندي نسخة عن الجدول الاولاني بس فيش في بيانات طلعت data مش فيش في اي data طب بدي عبي كيف بقول له انا بالشكل اسهل مما هو مكتوف في insert into اسم الجدول copy ممكن تبتح جوس كده sub create select كل البانات from employees where department id equal 90 ايش يعني رحت اخدت بس فقط عملية الحاق للموظفين اللي بيشتغلوا في الداية رقم 90 اخدتهم هيك وحطيت لهم insert وين ال copy قال لي insert يعني ثلاث صفوف تم اضافتها لو اجيت هنا وعمل نترف رش لل data بلاقي ثلاث صفوف موجودة عندي لمين لدائر رقم 90 انا اخدت موظفين تمام طبعا هذي طريقة اسهل مما هي مكتوبة هنا او نفس الاشي هنا ليش هنا اخد الحقول لكل جدول وعمل نسل اكتب اسماء الحقول بس انا اخد كل الحقول يعني نفس الشي ما افرقتش عن الاولينية اي حاجة تغيير البيانات ايش عن تغيير البيانات هنا الموظفين بيشتغلوا في دا رقم 60 انا بدي اغيرهم اخليهم اشتغلوا في دا رقم 30 30 كيف بنعمل هذه عن طريق حاجة بسيبوها update اخذنا الانسير اضفنا التعديل على صف واحد اذا كان مطلوبا بنقول update table ست كلهم اسم العمود بساوي ذال نيجي هنا على الجدول اللي احنا عملناه هذا جديد الاسم نعمل update ست ايش حاوز ست يعني ضعقي قيمة لو احنا قلناه department id بساوي 80 اذكرك ايش بصير هنا هنا بروح على الجدول الامب كوبي بعدل كل department 80 ال department id كلهم بخليهم 80 لكن لو انت استخدمت chart وثلو where employee id بساوي نشوف البيانات اللي لعننا في employee id اللي لعننا الموظفين رقم 101 فقط 101 بتدنجله على دائرة تانية فاني بقوله هنا بقوله وين الموظفين يكون 101 وعملت run لهذا قال لي one row updated صف واحد اتعدل طب اشوف اتعدل ولا لأ اعمل refresh لداتا عندك 101 الاسم وين صار يشتغل كان يشتغل في 90 زي هم صار يشتغل ايه 80 تمام وممكن بالعكس احنا نقول له هلا نعدل اه مش employee id بساوي نخلينا 80 خلينا رجم الموظف 48 و او 38 where department id بساوي 80 يعني نروح لعلى رقم الدايرة 80 خلي رجم الموظف تباح يساوي 8 38 جلوان رو updated تعال هنا كان هو 101 عمل دول refresh الصار 38 هل اللي هي update على الكل لازم one row لو في شوير بعدل كل الجدول دير بالك من النقطة هات حركات على قواعد البيانات الحركات الموجودة واحدة من جمل تعريفات البيانات واحدة من جمل لغة التحكم في البيانات نشوف ايش عن الحركات الموجودة هي عندي تبدأ حركات قواعد البيانات طبعا نبدأ حركات قواعد البيانات عند بدء اول عملية اضافة او تعديل او حذف يعني من بعمل اضافة او حذف او تعديل تبدأ حركات البيانات طبعا الحذف ما خدنا هوش اشوف موجود هنا موجود الحذف بس نجل نرجع حماية تنتهي حركات قواعد البيانات في اي حالة من الحالات التالية هي تنتهي اش يعني بقدرش اتراجع عنها يعني التأكيد في عندي حاجة بسموها كمت كمت يعني خزن لاخر حركة تمت ورول باك معناها تراجع لاخر حركة تمت تنفيذ اي جملة من الجملة الدي سي ال والدي دي ال حفظ طلقائي يعني لو انت عرفت جدول عملت جدول بالدي دي فبحفظ استلقائي فمحتاج تحطه لكومت لكن لو اي تعديل او حذف او اضافة ممكن نعمل له اي كومت لازم يحتاج كومت تخزين او بتعمل تراجع خروج المستخدم من بيئة الاسكيوال بدو بدو كومت حدوط اي خلل او عطل بضيع البيانات بضيع الترانس اكشن تمام طبعا مما زا كومت التأكد من تراسق البيانات معاينة البيانات التي جرى عليها التغيير قبل الحفظ النهائي ترابط مجموعات العمليات عمليات عندي نقولنا بتم مرة واحدة احنا لو عمنا عملنا حذف لسجل ففي عندي نقطة امان اسمها save point اي روح اضفت سجل تاني عملت update عملت save point ب عملت insert لو عملت رول برجعك لأثر save point رول back to save point معينة برجعك لنقطة معينة رول back للكل برجعك لأول قيمة تمام نشوف الكلام هذا ناخد هذا ونتعامل معه بشكل بسيط حطنا بين cotation عشان ايه نشير comment ونتعامل معه بشكل واضح لو انا عملت roll back وطبقت هنا قولك ايش هيصير انا بقول الموظف هذا حيرجع لأصد roll back roll back completed فعل هنا رجعني لنقطة ما فيش بيانات شفت كيف رجع كاينو لفهم رجعهم الاول من اول قبل ما اضيف اذا roll back طيرة الاضافة طيرة التعديل وطيرة كل شي تمام اذا انا في الاساس مفروض اعمل insert insert into imp copy افتح اجن select نجمة from employees where depart من اي دي ان خمسين تمانين وتسعين اسف وروح نحط end كده خمسين تمانين بسعين بشكل هذا واصلة منقوطة عملت له insert insert right برانتيز بدو قوس زيادة برانتيز يعني قوس طب لو انا حطيت insert هنا وخطيت home وقدت له انا ايه انا بدي اتأكد انه انا عندي save point save point point ايه تمام اعمل insert insert هاي تمانين رو طيب لو انا عملت rollback ايه وجيت هنا برضو مش حلقيهم البيانات اللي انا ضفتهم ما لقيتهم مش لكن لو انت عملت save point update done تمام او واجهين هنا save point بنا سميها ايه insert done او insert done وعملت هنا اه update ام ام بدي عدل عليه set دبار من اي دي اي كون اربعة واربعين يعني اعدل عليه وroll back من insert done نوكف هذولا ماينس ماينس قبلها ناقص ونجرب ايه بالشكل هذا روح تانا اعملت run ورحت هنا ضف لي اياهم كل اللي هو الموظفين اللي في خمسين وآه وتمانين وكذا لو انا رحت بدي اتراجع وقلت هنا بدي اعمل update طبعا هذا خلصنا منه لو هنا خلصنا النقطة هذي بنواكف هزبت مايشتغلش مرة تانية مش حيسمح لها اضيف update set وكفت هنا اذا عدل 82 رحت عليهم عملت refresh للdata حدست ها رحت رجعت هنا صارت كل الدوائر عندي اربعة واربعين طبعا انت اتراجع بقول ايه اتراجع برجف هذي الامر بقول ارجع لمين للنقطة هذي قال رجع اعمل refresh للdata رجعنا لنقطة لها قبل الinsert rollback insert done rollback شوف عرفنا كيف بتصير هذي rollback to update done برجع لك ايش للupdate قبل الinsert تمام اه حركات قواعد البيانات حكينا عنها طبعا هذي بنستفيد منها يعني انه تأمين الصفوف وكذا طبعا هنرجع لها حالية البيانات بعد الحفظ حتم من الاخر نقطة save point ايش نقطة اللي هو اقرام للبانا او نقطة امنة للبانا في delete delete يعني ها بدي احدف صف او اكتر صلع delete from employee where employee id equal كده بيحدف صف تمام insert بتضيف عمل commit كيف بنحدف صف هنا نرجع نعمل insert هنا عشان انا بدي احذف موظفين معينين من الموجودين عندي فانا حطيت جدول وهي الجدول موجود عندي بالشكل هذا طلع مية هذا بدي احذف كيف احذف فبقول له هنا delete from employees where sharp employee id بيساوي مية لو بتول run ايش بقول له هنا كذا ما مقدرش احذف رقم مية لا يساوي مية شوف برضو بحذفه ما بقدرش يحذف رقم مية من ايه من هنا طب لان نقل ام copy حدف 81 واحد تعال هنا خل واحد بنا نتراجع ايش بنقول له roll roll back برجع لك اياهم بتشيل هادي بتلاقي البيانات تبعتك كلها roll back ومش حدر لليش برجعني لنقطة اللي هو insert تمام طب لو انا كتبت النقطة النقطة ال delete from m copy وعملت run حدف من الثمانين ليش لانه في شي شرط بيحدف كل الصفوف لكن لازم لو حطيت له شرط انا وديني القيمة اللي بدك اياها اقول له and x هيك بيحدف لك الموظف اللي انت بدك يهزر تمام zero road لانه انا اريد يحلف هم طبعا في عندي حاجة اسمها commit طلع لو هنا insert وحطيت ايه commit وعملت run لو عملتها ارجع هاي البيانات موجودة اذا ايش اللي بقصده انا الrool يا استاذ بترجع لاخر commit اللي انت عملتها اذا احنا كلنا نسيين نحط commit في عملية insert يعني اعمل insert وحضيتها لو بدك تعمل update او تعمل اللي انت بدك اياها اعمل update save point حط اللي ايه وراها commit يعني هنا بدك ما تحتاج قمت انه تخزن البيانات اللي انت بدك اياها طيب في عنا تطبيق على قرارة التنسيق نيجي هنا نشوف ايش بقول في slide احنا فهمنا انه احنا بنشتغل على user smart r تمام وهنا بقولك انه يعني احنا انه نوضح كيف انه data block اللي عنا البيانات بترجع لاخر قمت عنا طب كيف احنا اللي موجود عنا انه موجود عنا user a عمل update employee set السرير 7000 where last name equal grand عمل update هذا عمل select from user a dot employee يعني بدي يقرأ البيانات اللي عدل عليها فما بيقرأ مقدرش يعدل على البيانات اللي لما يعمل ايه هنا block لل data عسبت انه ياخدها يعني ما يصيرش عندي البيانات inconsistent هذا بدي يعمل تعديل وهذا بدي يعمل read فبعدل ونثم ايه بقرأ تمام بعد الانتهاء من هذه الدرجة يجب ان تكون قادرا على التعرف على جمع لغة dml data manipulation language التعرف على حركات قواعد البيانات شكل بسيط جدا